هذا البرنامج الحكومي اللي هو يعني ما وزع مع الأسف على يعني هو هذا البرنامج تسعة وراق تسعة وراق من تسعة وراق والبرنامج الحكومي يقول فيه أنه هو يرتكز على محورين المحور الأول هو التهيئ الانتخابات نزيها مبكرة والمحور الثاني يتحدث عن الإصلاح يعني عن الإصلاح الحكومي إحنا كما نعرف أن هذه الحكومة جاءت بسبب شيء يعني مهم وركيزة مهمة اللي هو إجراء أو التهيئ لإجراء الانتخابات المبكرة ويعني أن تحدث هذه المدة بصورة واضحة وهذا ما دعت إليه مطالب المتظاهرين ما دعت إلى المرجعية ما دعت إلى كل القوى الوطنية حتى بعض الأحزاب والقوى السياسية أيضا مجبرة أنه دعت إلى هذه الانتخابات المبكرة